الفلوجة المدينة التي كانت مصرحاً لمعارك عنيفة وتفجيرات مستمرة منذ اندلاع الحرب في العراق لا تزال تحمل آثار دمار لا تفسح عن وجهها في مشافي الفلوجة يولد العشرات بتشوهات لا أمل في إنقاذهم في ظل انهيار القطاع الصحي هو ملف يقض مضاجع أهل المدينة يقول أطباء عراقيون أن تعامل المنظمات الدولية المريب يزيد من عبئه الثقيل في الحوالي أكثر من سنة أو نصفة اللي نقول سمعنا بموضوع مسح تحاول منظمة الصحة العالمية القيام به لإحصاء عدد الأطفال المشوهين أو عدد الولادات المشوهة في عدة مناطق من العراق شملت حوالي ست أو سبع محافظات من شمال العراق إلى جنوبة طبعاً من ضمن هذه المناطق اللي شملها المسح هو المنطقة الفلوجة لأسباب ما نجهلها الدراسة حد الآن ما ظهرت نتائجها أو ما سمعنا بها النشرة لم يبقى الأطباء العراقيون مكتفي الأيدي فبادروا بإجراء مسح بإمكانياتهم الخاصة ونتائج الأولية كانت مخيفة يعني أحصينا عدد لا يستهام به من التشوهات وسبقوا أن جريني دراسة في عام 2010 بيّنت أنه حوالي 144 طفل مشوه يولد من كل ألف ولاد حيّة وتشمل التشوهات الجهاز العصبية وجهاز التنفس إضافة للقلب والعيوب الخلقية وفي كثير من الأحيان يولد الجنين ميتة أصابع الاتهام تتجه مجدداً للقوات الأمريكية التي اعترفت عام 2005 باستخدام أسلحة محظورة دولياً في المعارك التي دارت رحاها في الفلوج عام 2004 وليس أقلها الفوسفور الأبيض انتهت المعارك لكن هناك من دفعه ويدفع ثمنها الباهظ